في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف كيف أن ننزل الجافة ونتبتها على الجهاز حتى أننا نقدر نطور برامج الجافة طبعاً راح نزل الجافة development kit تروح بكل بساطة تروح جوجل تبحث عن حاجة اسمها jdk تمام جافة development kit طبعاً عندك خيارين لما تبحث راح يعطيك نتائج زي هذه ممكن تعطيك نتائج أخرى في المستقبل النتائج اللي قدامك الآن عطتك خيارات لكي تنزل الجافة 7 الjdk 7 وjdk 8 وjdk 9 وممكن تنزل الجافة se runtime environment 8 طبعاً عندك الخيار الجي دي كي يكون حجمها أكبر نحن ما نحتاجها بشكل كبير لكن إذا تبغى تنزلها يكون ممتاز أنا راح نزل الجافة se runtime environment 8 ليش ما نزلت ليش ما اخترت 9 ما اخترت 9 لأنه حالياً الأندرويد ما هو متوافق مع 9 ممكن بعد خمسة شهور ستة شهور يكون الأندرويد متوافق مع 9 بالتالي يكون أفضلك أنك تنزل 9 بدل من أنك تنزل 8 نروح هنا للموقع هذا الموقع شركة أوركل اللي فيها الجافة طبعاً الجافة 8 لها تحديثات آخر تحديث موجودة 2 تسجيل الفيديو هو 152 فأنا راح أنزل التحديث 152 ممكن أنت لما تدخل على الموقع في المستقبل يكون فيه تحديثات أعلى 153 154 أحرص أنك تنزل آخر تحديث نحن نبغى ننزل الآن آخر تحديث الجافة للجاري 8 اللي هو 152 نروح هنا نقول accept نوافق على اللايسنس يعتمد على الجهاز اللي عندك أنا طبعاً عندكم هنا قدامكم ويندوز فأنا راح أنزل النسخة الخاصة بالويندوز من وين تعرف الويندوز حقك اكس 8 6 أو الويندوز يعني 64 بيت أو 32 بيت فاذا تروح هنا من الويندوز وتروح من الفايل اكس بلورر زين بعد كده تروح الجهاز الكمبيوتر أو ماي بيس بي سي وطليب اليمنى تروح البرابرتيز هنا تمام بعد كده هنا راح تشوف هنا يقول لك إنو الويندوز عندك اكس 64 طبعاً إذا عندك اكس 64 أو 64 بيت فتنزل الـ X64 إذا عندك 32 بيت فانك تنزل الـ X86 فحنا راح نزل الـ X64 من هنا الدولود راح نزل الـ EXE فايل بسم الله الآن بدأ الدولود قدامك كما انت شايف الآن بكل بساطة تضغط على الدولود هنا يقول لك هل تود تسمح أنك تركب الجافة نعم نبغى نركب الجافة نقول يس نقول له نستول زين الآن جالس سوي نستوليشن للجافة نركب الجافة طبعاً موضوع بسيط جداً 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 بس أكد مرة ثانية إنو الأرقام اللي قدامك يعني الـ Virgins اللي قدامك هي وقت تسجيل الفيديو هذا الآن لو شفت الفيديو هذا بعد خمسة وستة شهور راح تكون الأرقام أعلى وممكنك تبحث تتأكد هالأندرويد بدأ يدعم جافة ناين عشان تروح تنزل جافة ناين بدل من تنزل جافة ايت طيب الآن انتهينا ونزلنا الجافة والله الحمد والجافة الآن شغالة في الجهاز